بسم الأب والابن والروح القدس الإله الواحد أمين الفداء والصليب يفكرون بملاك العهد القديم الملاك المهلك بتاع الضربة العشرة إزاي ربنا قال لبنى إسرائيل حطوا الدم بتاع الخروف اللي تتبحوه حطوا الدم على العتبة العليا والقائمتين بتصورين الباب الباب له كده عتبة عليا وبعدين قائمتين كله ده بالخشب الإنسان بيعدي جوه الباب ده فقال له حط الدم على القائمتين والعتبة العليا بمعنى الإنسان يخش من جوه ومن خلال دم المسيح فيعبر عنه الملاك المهلك اللي حصل إنه بني إسرائيل حطوا الدم على القائمتين والعتبة العليا دم خروف الفسح وكل تباقح اللي كانوا بيقدموها يخشوا بدمها للمذبح وكان كل ده إشارة ورمز على الفداء اللي سيد المسيح جهزوا لينا على عود الصليب إحنا من خلال الصليب ندخل إلى الملكوت دي معنى الموضوع إن أنا متغطي بالدم وبعبر خلال الدم الملاك المهلك بيعدي وأنا أقدر أخش إلى الملكوت من خلال دم المسيح الذي غفر لي خطاياي رغم إن أنا خاطي وما أقدرش أبدا أتنصل من خطاياي لكن هم بيغطيها لي بدمه عشان أقدر بعد كده من خلاله أدخل إلى الملكوت وأحيا معه إلى الأبد في إيروشاليم السمائية نشكرك يا رب يسوع من أجل فدائك ومن أجل دمك الكريم اللي بقى الباب للسماء إحنا بندخل من خلال هذا الدم إلى السماء لأن الملاك المهلك هيعبر والخلاص هيأتي لك كل المجد من الآن وإلى الأبد أمين